يا دكتورة الأسر بتنخصم لقسمين والولاد بينخصم لقسمين قسم بيتوتر في الامتحانات وعايز يعمل أحسن حاجة وقسم ولا كأنه جه أصلا وكأن السنة الدراسية دي ما عدتش عليه وده ملوش علاقة بالمستوى الدراسي يعني بعضه ممكن يكون نابه جدا ومش فريق له وبرضه ممكن يكون نابه جدا ومتميز جدا ومتوتر جدا نعمل إيه في الفترة دي؟ خلينا متفقين إن القلق ده شيء طبيعي جدا ده لما قلقشي أقلق على ابني أو أقلق على الأسرة زي ما حديك قلت كده في ناس لقناها عندها لم وبالا مش مهتمة فالقلق منطقي جدا جدا في الفترة دي لأن انت داخل اختبار فهيدي نتيجة وهتبقى مسؤولة عن نتيجة ولو في سنة مصيرية فسنوات المصيرية كتيرة فهتبقى أنت أكثر قلقا بس المهم في الموضوع إنه ما يزيدش عن الحد الطبيعي المعقول اللي يحفز على الشغل يعني إيه؟ يعني ما بقاش متوتر ورايح جاي عمالة قارن بينه وبين زميله أنت بنعمك جاب مجموعة كبير في الامتحان ده وانت لازم تبقى زيه أو أحسن منه زميلك وجرنا مامته بتقول إنه تكرم وجاب كذا فأنت لازم تبقى أعلى منه المقارنات لا بلاش المقارنات لأن الزكاء فيه زكاءات متعددة مش زكاء تحصيلي بس ممكن أنا أكون خطيرة في المذاكرة والتاني أخوي عنده زكاء اجتماعي عالي جدا فيتميز في مجال محتاج الزكاء الاجتماعي وأنا تميز في المجال اللي محتاج التحصيل بس ده مش معنى أن أنا ههمل التحصيل أو هقول له ما تذاكرش لا أذاكر بس أبقى واعي كأب وكأم إن إبني لو من السوبر مش لازم كل الناس تبقى سوبر مش الطبيعي ده هو حتى فكير في الحياة 80% متوسطين قدرات طبعا 80% متوسطين و20% ما بين الضعاف التعليم وما بين السوبر جدا جدا فمش مفترض منه أنه هو يبقى أينشتاين لكن مفترض أنه هو يبقى ناجح ناجح في المجال اللي متناسب مع شخصي كمان موضوع المقارنات ده دكتورة زي بيؤثر كمان على علاقة الأبناء بأهليهم بعد فترة الامتحانات خلينا أقول لك بقى هو فترة الامتحانات ممكن يحبطني أنا شخصيا يعني أنا لو أنا مذاكر كويس وإن أنا أقدر أعدي وماما عملة تقول لي أنت فاشل أنت مش بتذاكر ما هو أنا ممكن أكون عبقار يبعد ساعة زي عشر ساعات غري بيعودها فهي شايفة أن المدة الزمنية اللي أنا بعودها مدة ليلة فهي بتقيس الإنجاز على المدة لكن قدرتك التحصلية علي ممكن أنا أكون علي جدا فالسترس اللي هي بتحطه علي والضغط ممكن يخلينا أوصل لمرحلة لا أنا ممكن ما أدخلش الامتحان السنانات عشان أنا مش مستعيد يا دكتورة ده كلام طالها موضوع بين ما هو أنا يقول لك أنا قدرتي التحصلية وهو أصلا ما فتحت لا 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 ما هو أنا خلي بالنا أنا عادت ساعة في أنا أصلا كنت سامع في الكلاس فمش عارف إيه خلينا أقولي أنا مش هسدقه من أول مجرح لازم نختبر القضية دي درجاته عاملة إيه يعني أنا عايزة أقولي أن أنا ما هونا كل الشباب هيطلع أقولك أنا ده أنا ده أنا معدي أنا كل حاجة بفهم من أول مرة جميل أبقى متابعة بقى مع الدرس بتاعه ومع النتائج بتاعته في الشهر فخلاص هو كده فعلا يبقى أنا خلاص بقى إيه دي كده وخليكي أنك تحفزيه مش أنك تقرنيه لأنه هو عارف هو عايز إيه خلينا أقول هو محدد هو عايز إيه فتمان لكن إمتى أن أنا خليك أسرة الألأ اللي عندي أحوله لطاقة دافعة إن هو ينجز منه إن أنا ما قارنش بينه وبين اللي حواليه إن أنا ما أقولوش دايما فاكر السنة اللي فاتت أما أنت ما ذاكرتش حلو وجبت مش عارفة درجات إيه فاكر وافتكر من 90 سنة بقى وفاكر أما مش خلاص إحنا أولاد النهاردة هو لو أنا لقيته تعلمت ده لا يا دكتور العمل والدراسة تراكمية فيش حاجة فيها أولاد النهاردة لا 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 كي أي حاجة مبنية على اللي قبلها محدش فجأة حينام يصحى بس خلي بالك أنا بكعبل أما فيه ناس لو الكعبل وعرف ما يتكعبلش تاني يبقى هو تعلم يبقى برافه لكن لو الكعبل ومعرفش الدرس المستفاد من ده يبقى هالكعبل تاني فأنا لو حسيت إنه هو دلوقتي استوعب الدرس إنه السنة اللي فاتت ابتدى يبقى خلاص شغال يبقى لأ يبقى نهدى كده ونقول له برافو وإنت أحسن خلي بالنا أما يكون ابني أو بنتي عند مستوى معين ويرفع عنه شوية مطلوبش منه إنه يوصل للقمة مرة واحدة لإنه ده ضد قوانين الطبيعة يعني أنا كنت مثلا الترم اللي فات أو الشهر اللي فات أنا كنت جايبة درجة أقل من درجة النجاح وجيت الشهر اللي بعده عاليت أربع خمس درجات ما قولوش إنت ما جبتش الدرجة النهائية وإنت فيهش لأ ده ناجح وبرافو عليه لإنه طلع تلات أربع درجات تلات أربع درجات سلم مش تلات أربع درجات فهو خلاص شهر عارف الطريق أنا بقى لازم برافو عليك أنا مبسوطة منك جدا إنك طلعت ده إنت الشهر الجاي إن شاء الله هتطلع هتبقى صوبر إن شاء الله فيبقى أننا ماستعجلوش ماستعجلش وابقى عارف إنه بدان بيتعلم من أخطائه يبقى هو ماشي على الطريق والقلق بتاعي أحاول القوات دفع إننا دايما نبص على الجانب الإيجابي مفيش حد فاشل بنسبة 100% وحد ناجح بنسبة 100% فيه حد تعلم من أخطائه وتعرض لعصارات كتيرة فبقت الأخطاء بالنسبة له حياة يعني حياة بمعنى إيه بيقدر يتعامل معاها بشطارة مش حياة إنه هو بيخطأ لكن هو بقى عارف بقى من كتر العصارات لا هي الحتة دي يعمل لها ده فبقى بالعكس بقى عنده زكاء وقدرة على التصرف ومرونة عالية جدا